اشتركوا في القناة كلهم الوعد يلي مبارح اطلقوا فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية نتمنى انه بالفعل يكون حقيقة قريبة جداً حتى بلك هيك اللبنانيين بينتعشوا شوي اقتصادياً ومالياً لو اخذت شوية وقت الموضوع التاني ما بيقل اهمية عن الموضوع الاول وهو لبنان وضع العالم على اللبنان في القطب الشمالي من خلال مصلحة الابحاث العلمية الزراعية يلي زار رئيس مجلس ادارتها ورئيسة طبعاً المصلحة في البذور في البصلحة 450 نبتة لبنانية لأول مرة بدعوة من دولة الناروج وهيدا حدث عالمي لأول مرة لبنان اللي بيملك اليوم بانك في مسحة الابحاث العلمية الزراعية لأول مرة اليوم بيوضع هذه البذور في هذا المتحف سموه مطحف القرن هو بالقطب الشمالي وبالتالي هيدا انجاز عالمي كتير مهم عم بتقوم فيه مصلحة الابحاث العلمية الزراعية وهيدا أول مرة إذن لبنان بيقوم بهذا كذا عمل الهدف هو الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي الحفاظ على النباتات يلي بتنقرد وتأمين الغذاء العالمي مواجهة آثار التغيير المناخي وإلى ما هناك طبعا هناك 150 بلد بيوضعوا بذور اليوم لبنان انضم إلى طبعا هذه البلدان في القطب الشمالي بمنطقة تدعى سفالبارت بيطم الاحتفاظ هناك بأكثر من مليون نوع من بذور نباتات من مختلف بلدان العالم فمبروك للبنان مبروك لمصلحة العلمية الزراعية دكتور ميشيل فلام والدكتور اللي معه طبعا من المصلحة والموضوع الثالث كمان يلي ناطرين وخصوصا المزارعين هو اللي جانيابي المشتركي يلي أقرت بالأمس اقتراح قانون الرامي إلى ترخيص وتنظيم زراعة نبتة القنب أو الحشيشة للاستخدام الطب والصناعي يعني ما ينبسوا كثير موضوع الحشيشة والمقدرات لا رح يكون فقط للاستعمال الطب والصناعي ومن المتوقع أنه يدر حواله مليار في سنة بحسب دراسة ماكنزي اللي هي أوست كمان باعتماد هذا الزراعية للمزارعين مع كل موسم بيسألوا أي متى المجلس نيابي ستدقر هذا المشروع لنبلش فاليوم فين وصلنا على السكة السكة الأصيلة يعني الحقيقية ما عاد حلم ولا عاد واعد لأنه أكيد هلأ مشت بالمجلس النيابي ثلاث أمور أساسية اليوم لبنان بيفتخر فيهم ولكن الأهم أنه كمان اللبنانيين هن اليوم مشغولين بموضوع الكورونا مشغولين بكل الاحتياطات والإجراءات المتخذة والاستنفار اللبناني حتى نحمي حالنا بيكفي أن يكون عندنا مسئولية اجتماعية وبيكفي يكون عندنا كمان مبدأ النظافة اللي هيدا طبعاً ما بده حدا من أنه يشير لقلو وبالتالي وضع الدولار كمان بعده عم يشغل اللبنانيين وخصوصاً اللي ما عم يقدروا يصحبوا من راتبهم لضرورات مثل الاستشفاء مثل ضرورات يعني هيدا راتبهم بدهم يعيشوا من خلاله هيدا كمان أزمة أمام اللبنانية رح بلش بالمعلومة بمعلومتنا لليوم وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بحسب صندوق الوطن الضمان الاجتماعي ودكتور محمد كاركي مديره العام اللي أصدر بيان بيقول فيه فيه مواضيع بتتعلق بالصندوق الوطن بتتناول أوضاع تقديماته وماليته بهالإطار تم وضع الأمور التالي توضيح لكل الرأي العام الصندوق باشر دفع تقديماته كالمعتاد من الابتداء من العام 2020 بفروعه لثلاث العام لضمان المرض والأمومة تقديمات العائلية وتعويض نهاية الخدمة تم إمداد مكاتب الصندوق بالسلوفات المالية اللازمة لدفع التقديمات الصحية للمؤسسات والمضمونين العاديين والاختياريين هالمكاتب عم تقوم بدفع كالمعتاد بالرغم من النقص الكبير في الموارد البشرية قال لي فاق الخمسة وخمسين بالمئة من ملاكها كما تم تحويل سلفة مالية للمستشفيات والأطباء عن شهر جانون الثاني 2020 بقيمة سبعة وخمسين مليار ليرة لبنانية هالتعويضات العائلية تطفع كالمعتاد لمستحقيها أو تحسن من اشتراكات المؤسسات عند معالجتها لدى مكاتب الصندوق بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة بالرغم من التهافت الكبير على سحب تعويضات من قبل المضمونين فالصندوق أنجز العام الماضي أكتر من 23 ألف طلب تعويض نهاية الخدمة وبشر السنة بدفع تعويضات نهاية الخدمة المضمونين بدفع يوميا بين المئة والمئة وخمسين تعويض وفق الأصول النافذة تم إعطاء أيضا ساعات عمل إضافية للعاملين في إنجاز ملفات نهاية الخدمة تمكينة من الإسرع في إنجازها والأموال المتراكمة بفرع نهاية الخدمة تقارب 11.650 مليار ليرة وهي موظفة وفقا للقانون والأصول النظامية النافذة في سندات الخزينة والمصارف اللبنانية بالعملة اللبنانية وبالدولار الأمرهي ولا توجد أي مشكلة بالسيولة ضفع تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين بالتالي بقول مدير عام الصندوق دكتور محمد كاركي كل ما يشيح حول وقف تقديمات الصندوق أو ربط التقديمات بالاشتراكات وبتزاز الأجرة أو إفراغ الصندوق من أمواله أو تآكل تعويضات نهاية الخدمة هو كلام عارن عن الصحة وغير دقيق ولا يمط للواقع بسلة ويؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي اللي بأمنوا الصندوق لللبنانيين بهالمرحلة الحساسة ياللي عم بمرفية لبنان متبعات من المسؤول؟ أستاذ نعمة نعمة الممثل الشؤون التربوية في اتحاد لجين الأهل وأولياء الطلاب في المدارس الرسمية بكرة الاتحاد على موعد بمؤتمر صحافي لوضع الرأي العام والدولة اللبنانية بالخطر يلي اليوم يحدك بالقطاع التربوي خصوصاً لما يواجهه الأهل بموضوع تأمين الأقصاد استمرارية التعليم أولادهم استمرارية العام الدراسي وأمور اليوم بيعتبرها الاتحاد خطيرة وبدأ اليوم قبل بكرة يكون فيه لها حلول لأنه انطرحت حلول مع بداية العام الحالي من الصيف الماضي ما حدا أخد فيها فاليوم اخترته بكرة يكون هذا المؤتمر في نادي الصحافي شو أهميته؟ شو هي العنوين العريضة؟ ليه وصلنا لهون؟ مرحبا أهلا الموضوع له عليه أبيشي فاميناه الأن التربوي نعم يلي هو نوعاً ما جزء من القوانين والشرعات اللي يبتحني خوة الطفل ومنها حق التعليم من شكل أساسي نعم المشكلة اليوم خالد أنه حق التعليم نفسه دار معرض برأينا إلى مشاكل كتير كبيرة ومنها أنه قد نفتقد يعني نخسر هذا الحق إلى جزء من أولادنا اللي موجودين بالمداري إن كانت الخاصة أو بالرسلية نعم فهذا هو موضوع لأنه حق التعليم هو يعني موضوع أساسي طيب أنه خوالي الخمسين وعشر ثلاث سلمي حاملين جنفية لبنانية هن يروحوا على المدارس الخاصة وهذه المدارس عم بتعاني من مشاكل الأهل بشكل أساسي هن اللي عم بيعانوا من المشاكل وهذه المشاكل يمكن توقيصها بأنه الوضع الاقتصادي والأزم الموضوعين نحن فيها عم تنعهم من أنهم يقدروا يستمروا بتأمين ديمونة التعليم لوليدهم وبالتالي رح نشهد عملية نزوح من المدارس الخاصة يلي عندها محتوى جيد وما فوق من التعليم إلى المدارس الحكومية الرسلية يلي بأغلبها غير مزهزة وغير مؤهلة ومستواها في تدهور مستمر من بطرة مع بعض الحر الأهلية لحد اليوم لصالح المدارس الخاصة يعني بقرة في نوع من الحلول أو المطالب رح يكون لاتحاد الأولياء نحن الحقيقة عرضنا بلجنة الطوارئ مجموعة حلول وسمينها ورقة عمل مع الوزير السابق أكرا مشهية وهذه الورقة كانت تقتر إخصى مجموعة تدابير يعني لجنة تخذها المدارس بإشراف الوزارة منها وأهمها هي الموازنة التقشفية يعني لازم تعتمد على المدارس بإشراف الوزارة وتسهيل من قبل الوزارة لبعض الأمور يلي بتساعد الأهل أنه يقدروا يغطوا نوعاً ما النفقات أو بتسهيل بتمم صندوق تعاضدي دعم بعض التلاميذ ولكن هذه الورقة طبعاً مثل أي لجنة الطوارئ عم تتألف من سنتين من سنة 2017 لحد اليوم ولا قرار نجحت بأخته ولا قرار استمر ولا حتى اللجنة استمر يتخيار معك الوزير وبغضي برجو من أول وزيد ما في خطط ما في سياسة واضحة يعني اليوم الاتحاد عملها الدراسة رح يطلقها بكرة العام ورح تكون أكيد رح تاخدوا موعد من معالي الوزير طارق المجذوب حتى توضعوا على بكير بهذه المطالب بهذا الواقع لتفادي أول شيء حتى نكمل استمرات هذا العام وحتى نوصل على عام دراسي جديد يكون عقله متاخذ بهال بهال مطالب أو بهالحلول التي توصلتها لألة يعني نحن للأسف المشكلة يلي عبنوها فيها هي موجودة بكل الوزارات وبكل الأميكين يعني ما إلا بالدولة نعم مش استمرارية لا سياسة يعني دروح وزير يجي وزير نعم يعني بكرة إذا رجع استقال للحكومة حين نرجع لعلى قبل من أول وزيد بمشكلة لا نرجع الحقيقة المؤكسسة كوزارة تردي ما عندها خطة واضحة معتمدة وهذه الخطة يجب أن تستمر حتى لو تغير الوزير نعم فنحن عمان هذه المشكلة أنه صدنا نرئين على ثلاث وزارة من الألفين وسببتعش لحد اليوم وثلاث وزارة ولا حدا عندك في مدير عام في رئيس مصلحة التعليم الخاص ولا حدا منهم عند يتابع هذا الموضوع بشكل يعني منطقي ومنهجي لأنه المشكلة هي في المؤسسات لموجودة جوات الدولة أنه ما عم تعمل شغلة كما يجب الوزير بيروحو بي شيء ولكن المدير العام والمؤسس والمصالح المعنية أكيد يعني أستاذ نعم نحن أكيد بانتظار متابعة مؤتمركم بكرة لأكتر نعرف تفاصيل أكتر عنوين أكتر على أمل يكون فيه أذن صاغية ويكون فيه استمرارية مثل ما قلنا بتعاطي مع الشأن التربوي لأنه ما فينا نترك طلابنا بدون علم الرغيف والعلم شيئاً أساسيين لطلابنا بدنا نقمنهم شأنها أم أبينا فكيف بالأحرى نحن اليوم بمشكلة مفروض أنه تنحل اليوم قبل بكرة حتى يكمل هالطالب دراسته وأكيد اللي هن مستقبل لبنان ما بدنا ننسى شكراً لك أستاذ نعمة نعمة ونحن عنا فاصل بعده منتابع الحل عنا عبر الام تي بي نتابع الحل واتصالاتكم على 044444444 بيخد أول اتصال ألو ألو أهلا مدام تفضلي بونجور بونجور حبيبتي أنا بس بدي بدي إليك شغلة هي مش شكوى بس بدي ألفط نظر إذا بتقدري تواصل الشغلة علينا عنا عرفت كي شو هي يعني نحن راحين على طريق حريصة أوكي برحنا من بيروت ما بنعرف أي طريق بدنا نسلك لنوصل لفوق حتى إذا جينا من جبال نفس الشي صدفة أنا كنت عدة مرات آه يعني نوضع نوضع يعني لوحة إنه من هنا حريصة خلاش لاب أنا يعني شي إنه اللي جاي يعرف أنا من لبنان أوكي بس أنا مثلا كنت جاي من جبال ما عرفت كيف بديروها أوكي إنت راحة من بيروت كمان ابني جاي من إنجلند ما عرفت ما عرف كيف بديروها يعني جابنا نفس الشي واضحة يعني راحنا راح نطلبها لنشوف ممكن يعني نصف أكيد أقل شي يعني نحنا يعني النسان حريصة يعني أكيد أهلا وسهلا فيك شكرا اتصال آخر ألو ألو تفضل موسيو بونجور بونجور ماذا ريبكا معك تفضل ماذا ريبكا أنا على هوا نعم ماذا ريبكا بس بدي أقل لك في شاب كان عيش ب بني محجورة بالأشرفية اي وحتى هنا بمركز بقصة بقصة بحريصة نعم بس بعد و بحاجة لدكتور اللي يشوف عنده واجعة بمعده يعني كان ياخد حبوب هو نعم بقا ياريت فينا نشوف إذا فينا نحط رقمين يعني مع بير مجدي ما أدر بعرف أنه بير مجدي بأمن كمان يعني في كثير أطباء بيتعاونوا معه يعني ما أدر أمن له طبيب معده أو شي هني أعطوه أنا عم بتتصل عم تابع حالته نعم عم يعطوه حماية للمعده بعد ما قالوا لي ما فيهم ياخدوا عند حكيم مصروف حكيم وأدوية وأن عنده هو كمان ورقه رايح بده عملية لورقه بدنا وفرق وزاره يعني أنا ما بهمني إنه مش إنه ياخد مطاري اللي بحب يساعده إنه فيني إنته للشخص اللي عنده يشوف الحالة بحينه يعني مش هو موجود هلي حاليا هلأ ني مع عند الأب مجدي هو عب ينام هذا صاله جمعة بعمله نوم وأكله يعني هو بحاجة حاليا خليني معك يعني بحاجة حاليا صحيا يكشف عليه طبيب معدي وإذا كمان بده إجراء عملية لورقه حتى تنعمل عصيب وزارة الصحة والفرق يتأمن من محسنين من الناس بتحب تساعده صحي رقم تليفون كيف نقدر يتواصلوا معكم رح أعطيكي رقمي مادام ريبكار 71 01 04 25 أوكي أكيد أبونا مجدي عنده علم بهذا النداء وعم بتابع الموضوع أنا لا ما عطيته علم لمبير مجدي أوكي يعني هاي مبادرة شخصية من حضرتك اي لأنه يعني تعرفت عليه من مورة جاري وأنا اللي طلعته كتير منيح فأنا عم تابع له موضوعه صراحة أنا أنه ما عدي إمكانيات مادية لا على الأكيد يعطيك العافي يعني بالعكس هاي دي لفتة إنسانية يعني في كتار يعني اللي قادر اليوم بهذه الظروف يمد يد المساعدة تنرجع لها مواطنة اللبناني صحته وعافيته بيكون شغلة كتير منيحة تشكري علي بدي اذكر رقم التليفون سبعة واحد سفر واحد سفر أربعة اثنين خمسة بياخد اتصال آخر ألو ألو مرحبا مدام رباكة مرحبا فضل بدي أحكي مع مدام رباكة معك معك تفضل مدام رباكة أنا بحكيكي من زحلة أهلا في عنا بأصر عدل مرة دقيتلك مش أربعة خمسة شهور في هاو النسوين اللي بي نطفوا بالقرب أنا حكيت الرئيس بوقتها وحطيته بالجو ووعدني أنه رح يهتم بالموضوع يعني أنا ما هملت تطمنك خلع إذا ما صار شي برجع باتصل بحضرة الرئيس يعني رئيس الفوق بأصر العدل بزحلة ما صار شي منه يعني أنا اليوم كنت هونيكي ونبارع كنت هونيكي يعني يعني صارت نتسول أحد رح يرجع يتواصل مع الرئيس فوق ونرجع نلفط النظر أنا بشكرك أهلا وسهلا فيك كمان اتصال ألو أنا إنتا ندوري هلأ تفضلي ألو تفضلي مدام عم بسمعك ألو تفضلي مدام ريباك نعم تفضلي أهلا بدي رحنا لعند مرتين ما عم بيعملوا شي سجلت سجلت ليك لأقلك شغلي أول ما إجع لمحافظ شبيب وقبلوا لمحافظ ألوش عملوا جولات ببيروت مع القوى الأمنية وشيلوا كل البلوكات والحدايا ملحوا فلوا رجعوا حطوهم الناس هو فيه قرار بمنعهم يعني مش مفروض ينحطوا هلأ ما بعف إذا بهذه الظروف لاش باقي أنا اللي علي أرجع ألف وتنظر سعادة المحافظ بل كي برجع بعمم عن إزالتهم ولا شي إليلي وين حضرتك بأي شارع بأي برأس بيروت برأس بيروت على سائد الجنزي سائد الجنزير كل طرقات المحاوطة سائد الجنزير نعم كلهم في بلوكات وجنزير أوكي وهي عم تعمل مشاكل كمان ببعض المناطق عم تعمل مشاكل طيب مادام أهلا وسهلا فيك سجلت كمان اتصال ألو ألو مرحبا مرحبا كيفك مادام حمد الله تفضلي إذا بتريدي أنا عندي شكوة حكيتك فيها التنان بأي منذ وذكريني فيها صرفت عصفة من مدرسة رفعت شكوة بوزارة التربية حطوها بالجارور أنا اللي بدي إذا بتريدي نعم بدي أوصل لمعالي الوزير تمعو بدي صوتي يوصل لمعالي الوزير ووحب أمن مقابلة معوه لأشرح له القصة ولأعرف لين حطوها بالجارور أنا من 9 تموز 2019 مقدم الشكوة حقي كمواطنة تتعالج الشكوة بدي أسألك طلبت منك دخلك تعطيني رقم الشكوة ونقطع الخط أعطيتيني ولا نقطع الخط لا أعطيتك برجع بطيك لا أخلو إذا عنا يوم نرجع منشوفه هلأ بيتاخدوا من معالي أكيد بك تتواصلي مع مكتبه وبتاخد الموعد بس نحن رح نشوف لك شو ما صارت يعني وين صارت ليش وقفت أوكي اتصال آخر في اتصال ألو تفضلي بونزور بونزور مادام ريبيكا تفضلي أوكي بدي بحكي مع حضرتك مادام اسمعيني على الأباري ماد اسمعيني على التلفزيون أوكي طيب أوكي مادام ريبيكا أوكي أنا عندي دفع أزار بيت هلأ كنت اتفعلوا هاي مسجل أزار دولار بس أنا اتفعلوا على أساس الدولار 1515 كمان بس هلأ عميطلوب إنه دولار 2000 إنه إلا لدروه ولا شو هلأ ما قالوا حق لأنه إليك السعر الرسمي هو 1515 سراحة هلأ السوق 1517 أوكي هلأ السوق يعني السوق السوداء عم ترفع يعني خلينا أقول الطلب على الدولار عم يرفع الدولار عند السيارفة بس بهذا الموضوع ما فيه ما هيك هو على أي أساس عم يطلب ألفان يعني ما بعرف على أي أساس المفروض يطلب على السعر اللي محددته محدده مصر في لبنان السعر الرسمي 1515 أنتو عم تعطي بقى 1517 يعني لازم تتفاهمي معه على هذا الموضوع أكيد باخد صورة اليوم هذه صورة بجباع يعني بد ما يكون ما كابل النفايات مفروض يكون محمية وهيدا طبعا هالوادة بتمنى أنه يكون بعهدة بلدية جباع و بعهدة اتحاد بلدية إقليم التفاح لأنه مش مسموح هيك أماكن حلوة ممكن تكون محمية طبيعية تكون مكبات للنفايات بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الام تي في الحل عنا وبتابعوا الحلقة أكيد دايما وبالتالي بدي أرجع أقول طبعا الأمور الدولار الأمور المعيشية بعدها هي الأولوية إضافة للكورونا ما لازم يكون عنا هلع من هذا الوباء من هذا الفيروس ولكن المطلوب يكون عنا مسؤولية اجتماعية يكون عنا يخذين كل احتياطات النظافة وبالتالي منحمي حالنا ومنحمي كل الموجودين معنا كتير مهمة هالنقطتين حتى نقدر نقطع هالمرحلة وإن شاء الله هالإصابتين يلي بيّنوا والبقية يلي هلأ اليوم تحت المراقبة يلي ممكن ما بيبينوا قبل 14 يوم إن شاء الله بيكونوا سالمين إذن منلتقى بكرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة